أكتر اليوم عن صناعة الفخار من المهنة اليدوية القديمة يلي بتحاكي الماضي والحاضر بأشكاله العديدة معنا اليوم مشروع فيه لمسات من الإبداع وهذا المشروع هو بحاجة لطقة كبيرة وصبر وإبداع لإنجاز هيدول القطع الموجودة معنا لليوم خلوني رحب بدافنا ليسار معنا ضمن الستوديو شيخ الكار نبيل علي أهلا وسهلا صباح الخير أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا أستاذ نبيل نورت صباحنا لليوم الأمان يعني قطع كتير حلوة ورجعتنا هيك بقطع موجودة لأيام الماضي يعني حلوة يوم بشكل عام خلينا نحكي عن هاي الحرفة على هاي دي هاي الحرفة رحنا ورسناها عبا عم جد وطبعا هاي تراث سوري رحنا رازم نحافظها عليه مثل ما حافظوا عليه آبانا وأجدادنا هي من تراث من جيب من كدر الجبلي أو من أطراف الأنهار أو من باطن الأرض وفيه من البركاني الكدر البركاني هذا البيلول والبيلون نحن فيه مكانات منطحنه وكذا وإلى آخره منخمر العجينة ونشتغل الشكل من أيام يمكن الناس اليوم بتشوف الشكل النهائي للقطع الموجودة اليوم من الفخر ولكن هنا ما بيعرفوا إذا هي يمكن بحاجة لوقت كبير لصبر لجهد قبلنا اليوم شو هي المواد الأساسية اللي بتستخدمها اليوم بصناعة أي قطع هلا هي مثل ما حكينا هي طراب عدة ألوان فيه طراب الأسود فيه البركاني فيه الطراب الجبلي فيه من أطراف الأنهار بيجي أبيض أصفر أحمر طبعا هو كله منخلطه بيساعدنا للشغل فمنعمل العجنة ونطحنها بعد ما نخمرها ومنعجنها بنحط بالماء طبعا وبنخمرها ونشتغل الشكل منها عدة مراحل طبعا طبعا أستاذ نبيل أدي إلك بهي المهنة أو بهي الحرفة كونه عم تقول اليوم هي وراسة عن الأب هلأ صلي تقريبا فيها بين الـ 32 و 35 سنة عمر اليوم يعني برغم أنه هي بحاجة لجهد وبحاجة لإبداع ولكن كان عندك إصرار لتكمل رسالة الوالد طبعا هلأ هذه رحنا فن وأنا المعلق فيها أنا وصغير يعني حبيتها وحابة بطورها هلأ كان أول على زمان أجدادنا وأبانا ما يشتغلوا هيك فرحنا طورناها ضفنا كتير إشياء بالفخارع مننا كان أول ما في صحن طنجرة أبريق جرة هيك بس اللي رحنا نطورنا أحواض زريعة الشلالات التماثيل النحط الرسم حتى ضفع مننا الإيشاني كتير إشياء ضفنا عليها لجانب يمكن توارث هاي المهنة من الأهالي أو من القدماء اليوم يمكن عالم الفخار هو عالم كتير واسع وكيف تمام ليش اخترت هيدا المجال هل هو عن موهبة أو أيضا هو بحاجة يمكن لدراسة واختصاص بالموضوع وخبرنا أكثر هلأ هو موهبة ويعني مثل التراث يعني أنا هاي حبيت أنا من الزغر فمثل موهبة يعني وحابة بطورها يعني هلأ أنا شفت كتير هي ناصة فأنا كبلتها يا سلام هاي القطاع يعني ما كان في بيت من زمان إلا ما كانت موجودة في قلت لي اليوم حتى اسمها تغيير يعني شو صار اسمها هلا هي كانت في عالم بيلولة القلة عالم إبري عالم جرة في إلا عدة أسامي فهلأ نحن يضفنا الخيش يألم وساعدي التبريد هلأ إنه تحتفظ اليوم درجة الحرارة البرودة يمكن الخيش وقت باللف على القطاع الفخار هلأ عالميا هو كل العالم رجعت على الفخار اكتشفوا أنه هو صحي وزارة الصحة العالمية أجبرت المطاعم كله يستعمل الفخار كونه بيحفظ الحرارة وما في تفاعل مثل الحمضة على هاد متستالستيل والألمينو هاد كله مواد مسلطنة هلأ اكتشفوا أنه الفخار هو الصحي وأجبروا المطاعم يستعمل الفخار كيف تتأخذ هذه القطاع وقت من حضرتك وقت جهد؟ هلأ رحنا نعم نشتغل كله على أصوله متل ما تعلمنا طبعا في قطاع بدأ أسبوع يتطلع مسام نشتغله هي بس مو دغري خلصت إسا بدأ تنشيف بدأ مرحلة الفرن يوم أو يومين وفي كتير إلى بعد مننا في مننا حفر في مننا رسم يتطلع مثلا بيوصونا على جرى بدأ ما أوقات شي عشطي يوم 15 يوم يتطلع الفرن شي حامي يعني أنه فرن معروف؟ طبعا درجة حرارة نحن منشوي الفخار على 950 الملبس غليز زجاج يعني المزجج مثل الإبريق أو الصحون يتطبخ على 1050 تمام عم نشوف اليوم أنواع كتير من الفخار شو أكتر الألواني اللي بميزها وخصوصا أنه بهذه الأيام عم بيكون درجة أكتر يمكن فيه ألوان عديدة عم تدخل على الفخار خبرنا أكتر عن المطاعم هلأ الرحنة يل المطاعم عم نعملها المزججة وألوان الإيشاني مثل الإبريق الرسم هايدي حسب طلب الزبون فكتير في الأشياء لفيه جوزة المتاب يجيك كتير أشياء الطناجر الإبريق الجرة فيه حفر فيه كتير قصص حسب الطلب يعني عم نشوف بعض الأشياء يعني مرسوم علي رسم بعد ما تدخل الفرن وتتنشع فتكون جاهزة طبعا مرحلتين هلأ رحنا بنشتغلها نشوية أول شوية تطلع فخار بعد المنا بنرسمها من ردة من مواد أكاسيد وقليز من فوتا على الفرن مرحلة تانية بتصير مزججة مثل الإيشاني بتطلع الشكل هذا أو مثلا تمام طيب من وين اليوم تستوحي تصميماتك الأفكار اليوم اللي بتطلع فيها من وين من بعد كيف ممكن اليوم أنت تنجز أطعاء بالتابع خلال اليوتيوب أو أشخاص معينة ممكن يقول لك أنه تساوي لهم أي أطعاء معينة خبرنا عن هين الآية رحنا هي متما أنا لك هي فن وطبعا يعني واحد من الطبيعة بياخد يشوف شكل معين بيحسل يعملوا على الفخار فيه شغلات ما فيكي بس اكتريته موهبة يعني مو من أنه النت واللهب طبعا منع أن أكتر شيء عم نشتغلها طيب اليوم من خلال مجال عملك ومن خلال احتكاكك بسوء العمل الناس شو عم تطلب أكتر شيء؟ شو أكتر شيء الناس عم ترغب بالقطع أنه تكون موجودة عندهم بالبيت؟ هلا الناس أكتر شيء عم رجعت على الفخار كون بسوريا هلا نحن عم نصرنا نصدر يا بره وكأننا مشارك بمعارض هلا أكتر شيء عم يطلبوا الترموس المقلي الصحون التناجر بدأ يرجع وكون أرخص من ستالستيل والألمينو والتيفال الفخار حتى أوفر بس إذا بتشتغليه صحيح فيه بعض العالم عم يشتغلوا غلط صارت العالم تخاف مثلا طق معين أو كذا هلا مثل المطبخيات التناجر هادي ما منضف لها رمي المازار بنعملها طرابة نعمة تتحمل حرارة بدأ تكون مضغوطة وتتحمل حرارة عشان ما يكون فيها تفريغ هوا عشان ما تطق على الغاز أو على الفحم أو إلى آخرين مثل هاي الأطعال بأيدي هلا هايدي هايدي المقلي اسمه الساحلي المقلي الساحلي الأسود ساحلي هيدا له ترتيب تاني المقلي الساحلي فيه كدر اسمه دب الملح ماذا يعني؟ اسمه جبل حصرا بالساحل أيوه مثل البلوري زجاج جبل بقطعه وبينطهن وبينشغل مع إضافة طراب وبيتخمر بالحطب بيطلع أسود حصرا على الحطب ما بصير كهرباء أو على الأفران تانية حصرا على الحطب في بعض الأشخاص بس يشترون من السوق برجعوا بعضوا الحرارة بالبيت لا المقلي الساحلي الفخار أو أي فخارة مالة مطلية مزججة أو أي شيء بديه دهن زيت عشان تشرب وبشوق بس هي أول مرحلة بس يعني تحطي لها معلقة زيت أو تدهنية بس من الداخل طيب بالنسبة لموهبتك أول هاي المهنة اللي انت اليوم دخلت فيها يمكن كل مشروع أو كل موهبة هي بحاجة اليوم لدعم بحاجة لتسويق اليوم كرمال الناس تعرف بشغلك خبرنا أكتر كيف عم يتم التسويق اليوم لمشروعك هالشركة ببازارات معينة أو عندك صفحة للفيسبوك كيف اليوم الناس عم تقدر فعلا تشوف تصاميمك أو القطع على أرض الواقع طبعا داخلين على التواصل الفيسبوك وبالمعارض هي أكتر شي بتفيدنا المعارض مشاركتنا بالمعارض كوننا تابعين لوزارة السياحة واتحاد العامل الحرفيين داخلين معارض أكتر هلا هايدي السنة أنا بشارك منزو عشرين سنة بمعارض المعارض هي الفادتنا أكتر شي صار يجينا طلب من لبنان خارجي يع العراق خارجي يع الكويت يع الإمارات يع السعودي هلا بمشاركتنا المعارض الزهوري الأربع واربعين جتنا كتير طلبيات الخارجي بره البلد طيب اليوم حضرتك تعتبر شيخ كار يعني ومتوارث هي المهنة عن حضرت الوالد يعني اليوم هل عم تعلم هل عم يكون عندك ورشة صغيرة طبعا هل عنا معمل وورشة منعلم هي أطفال ومنعلم أولادنا وبيجيونا كتير طلبة من مثلا الفنون الجميلة كتير هاي بشكل يومي منعطيا منعلم كيف ننهت منعطيا كيف الطرق الشغل الصح طيب ممكن شوفك بعد فترة عم تعلم بهذا المجال أو كون في دورات تدريبية أو مشروع خاص فيك بهذا المجال طبعا هلا في بعد كام يوم رح نعمل معهد منشان الفخاري نعلم العالم في أمار معينة ممكن نبلش كمام مع الأطفال بهذا الموضوع طبعا هلا رحني عم نعطي ومنشجع على بدرس بكزا مركز عبعطيهم فكر عن الفخار ومنعلم نعطيهم طين بداية يا الأطفال ورحني طالعين طيب أستاذ نبيلي اليوم كل الأشخاص أو الطلاب اللي عم تدربون حتى الأطفال الأطفال بيكبروا بيحملوا هاي المهنة مثل ما حضرتك حملتها عم تم متابعتهم من حضرتك وقتل بتكون انتي خلينا نقول الشيخ الكار المشرف على عملون يعني بتشوف شو عم يشتغلوا وين شو عم يأنجوا وين وصلوا بهذا المشروع طبعا في بي جامعة في بي مراكز في بي كنائس طبعا عب تابع بي رح كان بي كنيسة بياخدوا بنعنا رح تعطيتهم ملاحظات يا المشرف انه كيف يعطي الأطفال انه في أغلاط نبهناهن علي وصار هذا الشيء تمام معلوماتك جدا مهمة اليوم عرفناها من حضرتك عن هي المهنة الجميلة ومن نتشكر جميع الشيخ الكار السوريين دائما لحفاظهم على الحرف التراثي القديم نحن مستضيف كتير بصباحنا غير ودائما عندهم إصرار على حياء هاي ان كان هاي الحرفي أو الحرف الأخرى يعني شكرا استاذ لحضورك نتمنى لك التوفيق أهلا وسهلا فيك شكرا إليك والوجودك معنا لليوم يعطيك العافية وكل التوفيق والنجاح لإلك أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك